أهلا بكم عزيزيزيزر مشاهدين معكم منوب طبعا انتي اللي بتسمعني فتحت فيديوهات كثيرة قبل ده عشان الإسقطة النجمة ودورت كثير، ولفتهت كثير أحب أ yeaمكنك أن الفيديو اللي انتا تسمعه ده الوقت ده ده اخر فيديو هاياَاتها من الإسقاط النجمة لأنه ببساطة هيتلقي في كل حاجة عن الإسقطة النجمة ها يجيبليك فيه من الاخر مش هالفة ودور عليك مش هقولك في لفاته قزارهن أيضا وا cutting text flowجه ع متابن ن latency فا اقولك طرق مش موجودة فاي حتى غير هنا هجيبلك من الاخر عشان متطورش عليه وتقول علي يا برغي هخش في الموضوع على طول هابدأ بالاول بكلمة عني اسقاط نجمي بعد كدا ايه يطرق الاسقاط النجمي وعد كدا ليه الناس بتخفل اسقاط النجمي كل حاجة عنه هو نوع من انواع الخروج من الجسد الحلم اللي انت بتحلمه كل يوم ده نوع من انواع الخروج من الجسد اللاسقاط برضو نفس الكلام الرسخة النجمي ده ناتج من حاجة اسمها مادة دي ام تي سنائي مصايل تريبتمين المادة دي بتتوجد في جسمك أثناء الولادة وأثناء الموت والمادة دي هي المسؤولة عن الوعي بتاعك يبقى عنده قدرة على الدخول في الأبعاد التانية أو العالم التانية المادة دي اللي هي تعامل عليها فيلم الفيه الأزرق مادة دي ام تي دلوقتي الجسم بتاعك أو انت كإنسان عندك جسم وعندك عقل وعندك روح كل واحدة فيهم لها نطاق نطاق والوعي بتاعك بيقوموا موجود في نطاق من تات أنطقة دول لو انت دلوقتي بتجري أو بتعمل تمرين رياضي هيبقى الوعي بتاعك في منطقة الجسم فانت مش هتعرف تفكر في حل مسألة ليه انك الوعي الوقت في منطقة الجسم طب لو انت بتحل مسألة أو بتفكر في حل مشكلة بيبقى الوعي في نطاق العقل طب هل لو انت بتفكر في حل مسألة ومشكلة وحاجة عادة قدامك بتاخد بالك منها زي ما تقول كي بتبقى سرحان تبقىش واخد بالك منها ليه ان الوعي موجود في نطاق العقل وليس في الجسد عشان يسمع أو يشوف أو يحس في حاجة المهم احنا همنا دلوقتي في المرحلة دي انك تودي الوعي بتاعك لنطاق الروح أو الجسم الأسيري وبالمناسبة كلمة الجسم الأسيري تطلق مجازا عن كلمة الروح والروح تطلق اسطلاحا عن كلمة الجسم الأسيري ما علينا من الكلام ده دلوقتي انت هدفك دلوقتي تخلي الوعي بتاعك في منطقة الروح طب الكلام ده يحصل ازاي؟ يحصل بانك ما تخليش جسمك يتحرك وما تخليش مخك يفكر لو انت دلوقتي جسمك ما تحركش وما فكرش الوعي بتاعك ارتقى من مرحلة الجسد للعقل وارتقى من العقل للروح انت دلوقتي هتبقى روح طب هتعمل كده ازاي؟ دي هي الخطوة الاولى خطوة نقل الوعي بعد كده خطوة الخروج الروح أو خروج الجسم الأسيري نقل الوعي هتعمل ايه؟ بص بقى يا سيني هتنام على سرير نام عايي خالص كل اللي هتعمله هتتخيل انك في منطقة صودة في الفضاء كل حاجة حولك صودة مفيش اي حاجة حولك خالص هتقول انا مش هتوقف تفكير هقولك الحل هتقد معايا عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد سفر بعد كده تسعة تمانية ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد صفر كده من تمانية لصفر ومن سبعة لصفر ومن ستة لصفر لغاية تلاتة اتنين واحد صفر اتنين واحد صفر واحد صفر صفر مع كل عدة من دول بتأخذ شهيق ومع العدة اللي بعدها بتطول عليم الذفير اللي ا bị السابت المؤسس tabs الشاهيق و الذفير تأخذه من النفف تشغلب لوحده يعني سب النفذ الشغل لوحده والنفذ إطالع بتقول مثلا تمانية وهو داخل سبعة ستة وهكذا لغاية ما توصل لغاية 2-1-0-1-0-0-0 كده انت التفكير معاك هيقل بعد كده تخيل انك في منطقة سودة وكل حاجة حولك سودة خالص ومفيش اي حاجة حولك انت في فضاء فضاء اسود مفيش اي حاجة حولك دي هي المرحلة نقل الوعي للروح هي بقى المرحلة خروج الوعي خروج الروح او خروج الجسد الاسيري هتلاقي عالنت كلام كتير او غلاق اغلب في عالنت بتشرح المرحلة دي وما بتشرح المرحلة الاولى اللي هي تنقل الوعي للروح خلينا دلوقتي في المرحلة دي اللي هي خروج الجسد الاسيري مش هقولك اعمل حبل انها مش مطبونة اوي مش هقولك اثبت منبه لانك في الاول وفي الاخر مضابط على منبه ده عاوز وقته طويل جدا وعايز بمرس كتير جدا عشي ترجح معاك هنتكلم عن طريقة مش مقودة في النت خالص هؤهلك دلوقتي طريقة النار مش هتولق نار ما تخافش تتخيل ان الطاقة بتاخدها مع الشهيك بتمشي في جسمك الطاقة دي عبارة عن نار تتخيل ان النار مسكت في جسمك كله هتخيل ان جسمك الاسير عبارة عن خيوط من الطاقة ماشي في جسمك كله وان الطاقة اللي انت بتاخدها دي بتولح في الجسمك الاسيري ده كله كل ده بيبقى نار كل ده بيولع نار وبعد ما يولع نار يعني الجسمك كله بتحرق والنار دي كلها ماشي فيك جسمك كله بيولع هتحس بسخونة رهيبة جدا واني جسمك سخت جدا متخافش وكمل عادي مفيش اي حاجة تخاف منها اوما جسمك سخن جدا هتلاقي نفسك ممكن تعرق حتى لو انت في مكان مش دافي ومش حر هتلاقي نفسك عرقت ده عادي المهم انت دلوقتي هتعمل التمرين ده لغير جسمك كله تحس انه نار تخيل منظر جسمك وهو نار على sure تخيل انه ده كانت جسمك و جسمك كله دتي بقى رماد انت دلوقتي رماد هاتتخيل انه فيه هوا قد عليك وانه الرماده طار في الهواء والرماده ده الوقتي يلف في الهوا اللي هو جسمك الأثيري هتخيل انه الرماد ده تجمع و يكوين جسم في الهوا محمد Titanic و يتجمع و يكون جسمها قدامك انظر تحتك كده مبروك هتلاقي جسدك و وانت دلوقتي فوق وجسدك نايم على السرير انت كده نجحت في hele thee متى هتعملي بعدك اسمان ايه المكان انت بتروحه زي ما قلنا ان الاخلام اللى هو القروق النجمى والاحلام هم الانواع من الاسيرية المهم انت في الحلم بتلاقي نفسك موجود في مكان كده لا عارف انت المكان ده استوى Это как ايه اللى حصل الى ايه اللى جابك هنا الاهم في نفس الكافية في صوت النجمي هتلاقي نفسك في بعض تاني تبعا للنظرية إفرت اللي احنا قلناه وشرحناه قبل كده ان فيه اكوال متعددة واكوال متوازية وانت موجود في كل منهم دلوقتي اللي انت بتسمعني منه ومشغل الفيديو منه والبعض اللي انت موجود فيه انت بتطلع في بعض تاني غير البعض ده بتروح كون تاني غير الكون ده بتروح كون عشوائي زي ما في الحلم بتروح مكان عشوائي انت دلوقتي هتروح كون عشوائي هتشوف نفسك فيه اللي أنت هنيم فيه بس أنت شايف نفسك وكل فهم لكن الوسط وكما والناس والأراضي فميثغير بتبقى في مكان عشوائي لا يوجد تفسد حاجة اسمها في السر قريب متوجد حاجة اسمها سريع وحدث من الصفاء في الاستخدام ان يتقوم من الصفاء بقوا من الصفاء 20 ساعة تجيب أن توجد عن الصفاء ما له علاقة السرية الوين اللي المادة التي اتس Know فيه. زي في الحلم بزيط ممكن يعد عليك جوا الحلم انها ساعات وهي في الحقيقة عدت دقايق. فنفس الكلام في الاسقاط النجمي. هدب انت دلوقتي خارج مناطق ازا مكان. الوقت مش بيتحكم فيك. انت اللي بتحكم فيه. مجالد تفكر انك تروح مكان هتروح مكان. بس الفرق من الاسقاط النجمي والتحكم في الحلم انك بتحكم في الحلم ممكن تقبل حد ممكن تسلم على حد. ممكن تعمل اي حاجة انت عايز تعملها ممكن تاكل تشرب تلعب تلمس لكن بسقاط النجمي من فيش نمس انك بتبقى عورة عن روح. اهل سقاط النجمي وعلاقته بالموت. هنتكلم عن الموضوع دا دلوقتي. الناس كتير لو سمعت برنامج اللي هو قعدوه من الموت بتسمع ناس بتقولك ايه ان هي بتاعت العمليات وانها قلبها بتقف بعد كده بيدوها شخلات كهربائية وجلسات كهربائية وبترجع عايشة تاني بعد ما قلبها تشتغل. بتحكي تقول ايه اللي احنا شفت جسدي والاطباء بيتكلمه ويحكي شف ايه والاطباء قاله ايه ويبقى فعلا دا حقيقي. وبقى اللي قاله دا بالزبط هو الحصر والاطباء بيستغربه يقول انا كنت شايف دا كله وشايف نفق قدامي وناس بتندع علي منه. وهذا كده لما رجع للحقيقة دخل جهور جسده. في نفس الكلام دا نشوف في الاسقاط النجمي. هو دا اللي بيحصل لك بالزبط فيه. بس ما تخافش انت مش هتموت. ولو حد صحاك وانت بتعمل اسقاط النجمي ما تخافش مش هحصل لك اي حاجة. اتكلم انك نايم وصحيت. نيجي بقى الموضوع الاسقاط النجمي والجن. انت هتشوف جن لو انت متأكد ان انت هتشوف جن او مؤمن ان اسقاط النجم هيخليك تشوف جن. فانت بتشوف جن مش عشان الجن موجود لأ عشان انت مؤمن بدا او عندك احاق بدا. دلوقت انت عملت اسقاط النجمي وخاف انك تشوف جن هتلاقي جنه قدامك. حاول كده هتتكلمه او حاول تخلي شكله يتغير. خليه يطول. خليه يقصر. يدخل يتغير لونه احمر قبيض اقدر هتلاقيه حصله ده. ان انت اللي بتتحكم فيه. الجن ده وهم من من تفكيرك مش اكتر. مش كل حاجة احنا مش فهمين هنرميها على الجن. الاسقاط النجم ده ليه علاقة بجن وليه علاقة بغيره. المهم. فانت دلوقتي الجن ده موضوع ما تخافش منه خالص انك. لو انت خفت من الجن هتشوف جن عشان تخايف منه مش عشان هو موجود. تمام? ده بالنسبة للاسقاط النجمي والخروج الاسيلي. دلوقتي ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الموضوع ده ما ينجحش معك ايه? اول حاجة الخوف انك تبقى خايف. تاني حاجة ادنك تبدأ من المرحلة التانية عطول. تنام وتتخيل نار بتمسك فيك وانك النار دي بتاكلك وبتطلع رماد. لا. دك انت هتضيع كل حاجة. اهم حاجة المرحلة الاولى. المرحلة الاولى ده محدش بيتم فيها في الشرحة في النيت. كل بيخش على مرحلة الخروج على طول. سواء الحبلة او سواء غيره. اهم حاجة المرحلة الاولى. انك توصل بوعيك للنطاق الروح. وشكرا لكم ده بالنسبة للاسقاط النجمي. وطبعونا في حلقات اخرى لو عجبك الفيديو اعمل لايك لي. وننساش تشترك في قراطنا. شكرا لكم.